بيبتدي مسلسلنا بخناقة في الشارع وبيكون هدف الخناقة دي انهم يقتلوا كون ولكن على اخر لحظة بيجي بطالنا سين وبيضربهم كلهم وقبل ما يتعانوا كون بياخد هو الطعن مكانه وبيقع في الارض بعدها بنشوف لينغ المضيفة الجديدة في المالها وبيكون ده اول يوم شغل ليها اما سين فبيكون موجود في المالها وبيقول ان الجرح اللي اخده في اول الحلقة كان علشان يقدر يدخل وسط مجموعة كونتاي اما لينغ فبيوقفها واحد من رجالة كونتاي وبيطلب منها انها تقضي معها الصهرة قالت له اسفة بس انا مضيفة جديدة لحد تاني النهاردة فزعى الله وقال لها المكان كله بتاعنا وبيعرفها انه من الاخر ما بيترفض لش طلب ولسه هيدرعها بيجي سين وبيوقف وبيخليها تمشي موديلية لينغ بتقول لها ان تضيف جه وبتبعت لها المجموعة كونتاي وبتقول لها تروح توصل لهم المشروبات وبنعرف ان الضيف هو تاي وهو اللي عامل حفلة النهاردة وبنعرف ان هو يبقى اخو كون رئيس مجموعة كونتاي علشان كده المجموعة باسمهم هما الاتنين ولما سين انقس كون بقى لي مكانة كبيرة جدا في المجموعة يمكن اكتر من تاي نفسه وبتجي هزلينغ وهي بتعرفنا انها جاية تنتقم من مجموعة كونتاي لانهم كانوا سبب في تقولها السجن لمدة اربع سنين وانها لسه خرجة دلوقتي وجاية على طول عشان تنتقم منهم وبتدخل توزح المشروبات وبيأمرها تاي انها تشرب معاه فقالت له اصف انا ما بشربش انا مش فاهمة يعني اكت متوقعة اي من مكان زي ده بس ما علينا خلا شربت غصبة عنها وهو قالت له انا همش هنا يا سين هبت صدم وام وقال لها دا قول يوم شغل ليكي هنا ولا اي قالت له ايوه قال لها دا يبقى سين وش هبقى لها على سين هو انت مش عارفة بقى انا بقى مين كلكم مهوسين بسين حموما انت مسؤولة النهاردة عن سين ابي زوقها تقعد جنبه بس سين بيكون مش مهتمة ابدا بيها فبيقرب تاي وبيقول له مش عجبك هاخدها هنا النهاردة فامسكها سين وقربها منه وامر تاي رجالته يوفر له مكان يباتوا فيه قبل ما تغرب تاي اشدها عليه وبيقولها المرة اللي جاية لازم تكون يعرفها كويس اننا تاي انا رئيس هنا في المجموعة فاتصدمت وافتكرت انها قبلته قبل كده فاخدوها رموها لسين في القوضة وكانت مرعوبة ورجال تاي كانوا مرأبينها فطلبت لنغي منه انه هي سبق تمشي لكنه قرب منها غصبا عنها فضربته بالقلم فقرب منها غصبا عنها اكتر وهي فضلت تصرخ وهو اصلا كان بيقرب منها كانه عاوز يخوفها وبس فجي تاي علشان يرقبهم بنفسه فبدأت لنغي ضغاية وتبعت سين عنها فقال لها صرخي بصوت اعلى لو كنتي مش عاوزة يعني ان يحصل حاجة ما بيننا فعلا وقتها بتفهم انه عاوز يساعدها وبيمثله لحد ما بيثبتوا لتاي انه هم تمام مع بعض وبيروحوا عند الباب علشان يشوفهم ولما بيتأكد ان تاي ميشي بيسيبها وبيحطي لها فلوس على التربيزة فبتاخد منهم تمن المشروبات وبس فشدها عليه وعرف اسمها وقال لها اخودي الفلوس قالت لها مش عايزة غير دول وبس ولما جد تمشي شدها تاني وقال لها استاني وبدأ يبهدلها في شعرها علشان يقتنعوا انه امك كانوا مع بعض وقال لها انت لسه صغيرة بل ايش الوظيفة دي وما عطيش تيجي هنا تاني فبتخرج بسرعة بس تليفونها بيرل وبيلاقي سين في الارض وبيلاقي المتصل هو الضابطه فبيرد عليه وبيسمعه فبيقول لها لنغ اللي خلاكي تتأخري في الرد علي قالوا انا مش لنغ وقفل واستغربهم مزاي هارفوا بعض وبيجي سين يمشي فبيشوف لنغ خرجة فبينزل من العربية وبيقول لهم امش انتو وبيروح لها يديها تليفونها وبتشكره ولكن بتسأله سؤال غريب جدا وبتقول له وانت ما بتروحش بدري لي علشان حبيبتك ما تزعلش منك ولا انت ملكش حبيبة قال لها ماتت فاعتذرت له ومشيت والتاني يوم بتقابل الضابط وبتعرفه انها اشتغلت في المالها لانها مش لقا اي وظيفة بعد ما كانت في السجن فبيديها كارت الفندق وبيقول لها انهم فهمهم ظروفة فبتشكروا على بساعدته لها من وقت ما اخرجت من السجن وهم وقفين بيجي تاي ومع سين وبيستغرب تاي هي بتعمل ايه معابو قالت له انا كنت مسجونة وهو بيساعدني تاي بيصدم وبيقولها مسجونة في ايه قالت له القتلة غريل عمد وبيبدأ تاي يلطف عليهم ويزهقها هي والضابط لحد ما بياخدها وبيمشي و تاي بيحذر سين منها وقال واضح انها بتشتغل لحساب وخلي بالك منها بعدها بنشوف الينا اللي كانت بعت راجل من رجالتها يتجسس على كون ولكن على اخر لحظة غير خطته فبييجي تاي وبيكمل ضرب معاها فيه وبيترد الولد خالص وبيروح يمتح لها الشوز بتاعها من قصر ضربه يعني وبتكون هيا مرة تكون وبتتجسس عليه عادي جدا لان غباقة بتجهز لشغل الفندق بس هناك كان واحد من رجال تاي ويشوفها وبيمشي وراها يرقبها فبتخبط على الباب لكن حدش بيرد فبتفتح وبتدخل بس بتسمع صوت مية في الحمام ولسه تخرج بتلاقي سين هو اللي بيندح عليها وبيكون هو اللي في القوضة قالت له فكرتها محدش في القوضة قال لها شوف شغلك عادي فبتشتغل وهو بيقعد يتفرج عليها فبتتكسف وبتطلب منه نواء يدخل يلبس يدومه كون بقى بيكون متضايق من مراته صاحب اللي عمالها تعملو ده وهو بيقول لها سيب الشغل لي وهتم بعلتنا قالت لها تنسيت زمان كنت ايه وانا كنت ايه فخنقها بكل قوته وقال لها ما تتكلميش عن زمان تاني قالت له حاضر فقالت النقاط جر مع ناعم وتحكيله عن البنت اللي حوالين سين الفترة دي فقال لها غريبة من وقت ما خطبته ماتت وهو مش عايز يدخل في اي علاقة ولي دلوقتي غير لقى لينغ بتخلص صغلها قبل ما تمشي بقى سين بيديها مفتاح وعنوان وبيقولها روحي هناك هتلاقي مفاجأة فبتستغرب لكن بتسمع كلامه وطبعا هي كانت دستا مترقبة فبتاخد الورقة وهي مش عارفة تروح ولا لأ بس طبعا سين كان عارف انها مترقبة وبيخرج هو يحط الرسلة في البريد بتروح لينغا للعنوان بتلاقي سيبلها سندوق في خزنها بس قبل ما بتفتحه بييجي الولد اللي كان مرقبها وبيخضرها وبياخدها لكون ومراته وهو بيقوله انا لقيت معها السندوق ده قالت له انا لسه ما فتحتوش قصة انا مش عارفة ايه لجواه فخدته مرات كون ولسه بتفتحه وبيطلع في وشها لعبة وبيكون ده مقلب وطبعا بتتخض بصعب اللعبة دي وعلشان تدري الخضة بتاعتها دي وكسفتها بتروح على شط ترولينغا بس بيجي سين وبيوقفها وبيعتذر لهم عن اللي حصل وبيفهم كون انه هو بيحبها وانه كان عامل فيها مقلب بيهزر معاه يعني فقال انا كنت لسه بس بدور وراها علشان اكون متطمن عليك ويسابهم ومشي سين بقى بياخد لي وبيعلموا الادب وبيحزر انه ومش هيكون ليه اي فرصة تانية لو تجاوز حدوده وعدها معي بالطريقة دي مرة تانية ويبطل انه هو يرقبه وإلا المرة اللي جاية مش هيكون ليه اي فرصة وبيروح سين لينغا وبيشكرها على مساعدته وبنعرف انه هو في الورقة طلب منها مساعدتها علشان يقدر يهرب من لي اللي كان مرقبه ده ويبعت البريد اللي بعته قالت له انا ساعدتك علشان انت ساعدتني قبل كده واحدة قصد واحدة وبيوصلها لبيتها وبيستغرب المكان اللي هي عيشة فيه وبيستناها تطلع فبتبصره من فوق وبتقوله انت لسه واقف فبيصورها بسرعة وبيمشي وبتطلع للبيت وبتشوف انك صورة بتفكرها برجالة تاي لما كانوا بيكسروا في البيت وبيسألوها عن عمتها اللي كانت معها في الصورة دي وبيخنقها واحد من الرجالة وبيقولها لو ما قلتش هي فين هقتلك فبتاخد ازازة من الارض وبتدرابه فرقابته غالبا هي دي الجريمة اللي دخلتها في السجن تاني يوم بتروح لشغلها وبرضو بتخبط مش بتلاقي حد بيرد فبتدخل تنظف القوضة فجأة بيظهر له شخص بيحاول انه ويعتدي عليها فبتبعده عنها وقالت لها حبيبة سين قال لها سين هيهتمي بخدمها زيك فخبطته بسرعة وجريت على برة فقابلت سين وهي خرجه وهو شاف الرجل اللي بيجري وراها قال له هو انت هنا قال له فندق متأكر كل المجموعة تكون تي مش هكون فيه ازاي يعني قال له ناسف ما كنتش عارف انها تبعك قال لها فقري كده عايزة تعقبيه ازاي وانا هعقبه لك وقتها ترعب الرجل ودخل بسرعة على جوه جاب لها فيزا فيها مبلغ كبير جدا وطلب منها انها تعتبرهم كلهم تعويض ليها وتسمحوا فقابلتها تزاره وهو جري استخبى فرجعت الفيزا لسين وقالت لنا اصلا ما بعرفش استعملها ولا شفت فلوس من زمان تشدها من ايديها وقال لها تعالي وانا علمك بتتعاملي بيها ازاي قال له بطبو شغلي قال له مش مهم وخدع بقى عمل لها الشوبنج وكل ما بتلبس حاجة كان بيصورها من غير ما تاخد بالها وافتكر ان الزابط وكلمه وقال له بعد دلوقتي علشان احنا عندنا مهمة فحاجة استسكرتين صفر وقال لها هنسيفر نتفسح لنا يومين كنت سأل عليه والتي قال له انه هو معلني غير فندق فتضايق جدا وقال له ازاي اختار وقت زي ده عندنا تسليم دلوقتي شايف ان او ما بيعملش حاجة اكتر مني انا هروح وسطيلي مانا قال له هتقدر فشوح بييده كده وقال له طبعا فوقفي ان هو يكمل المهمة وتايق كان هيطير من الفرحة بس كون كان متضايق وبتوصل لنغ للفندق وبتكتشف ان القوضة بسرير واحد دست فبتخاف فقالت له طبعا انت هتنام على الكنبة قال لها لو هتكوني مرتاحة ماشي بعدها بيخرج ويتفصحه وفجأ واحد بينده على لنغ وبيقول لها ازاي انت مع واحد زي ده قالت له ما انت سيبتني وانا محتاجي لك وجدت علشان تمشي فمسكها وقال لها انا اسف ان انا ازيتك زمان قالت له مش هميمني كلامك ومش هعود تتكلم معك تاني فجاي يمشي وقفه سين وحذره يقرب منها مرة تانية لانها بقت حبيبته دلوقتي قال له ماشي فبتعاد لينغ تفتكر ذكرياتها معالم معرض عليها الجواز ولما خانها وفضلت تعايت واسين بيشوف طفله بيبيع ألعاب قاله روح اديها اللعبة دي فبتفرح جدا بيها وبيجي يمسك اديها وبيكمل معها فصحتهم بعد ما بيروحوا وكون بيكلموا وقال له هبعد حد ياخدك من المكان اللي انت فيه حالا لازم تحضر التسليم وفعلا تاني يوم بيكون معاهم وقت التسليم بس الشرطة بتطردهم من كل مكان وبيقمر سين انهم يفضوا كل المخدرات اللي معاهم في البحر وبيتم القبض عليهم اما لينغ فبتشوفها مع عميتها وهي بتحتفل بعيد ميلادها واول ما بتطفي الشمع بتتصدن منها اختفت وبتشوفها وقفة بعيد وبتعايت وتيب يرميها من فوق مبنى عالي جدا فبتصحى وهي مخدودة وبيكون كل ده حلم وبتقوم تدور على سين تلاقيه مش موجود بس بيكون مجهز لها الفطور وكاتب لها ورقة انه اضطر يمشي تيب يدهق جدا من اللي حصل وبيشك في سين وبيقوله ازاي الشرطة عارفت ان انا وانت واخويا بس اللي كان عندنا علم معادي التسليم قاله انا دايما بستلم في هدوء شمعنا المراضي قاله المجموعة بتاعتي انا واخويا يعني هقزي نفسي وهقز اخويا وجب ازازة وخبطها على رسين لكنه فضى نفسه بايده وكون ذا عقلتي واعتزر لسين وقاله هو بس متضايق بسبب خسارتنا الكبيرة قاله من وقت ما جبتني هنا وانا امين معاك وهو اللي بيشك فيي احنا كلنا في مركب واحدة وانا كنت معاهم وقت التسليم هو انا هقزي نفسي فاقتنعه وتصلح معتي بعدها بيروح يقابل وهو بيدي له تليفون تاني يبقى يتكلمه عليه وطبعا كلنا عارفنا بالوقتي ان سيني يبقى زابط شرطة بعدها بيروح بيت لينغ واول ما بيشوف صورة عملتها بيفتكر انه هو شافها قبل كده وقتها اللمبة بتبتدي انها تقفل وتفتح وجدت تعملها ما كانتش طايلها فجيه وشالها علشان تطلها وهي اتصدمت فصلحتها بسرعة لكن هو فضل برضو شايلها قالت له على فكرة انا خلصت ففضل بصص لها لحد انفجأ الباب خبط وكان لي قدى له التليفون وقال له كلم كون كون قاله انا عينت الانغم حين في الشركة بدل ما بتشتغل شغل قليل كده زي شغلة الفندق فهي دلوقتي ما بقتش مناسبة لها علشان هي معاك ما هي بقى فكانت سمع كل الكلام اللي بيتقال ده وفتقرت عمتها وشافت ان دي فرصة كويسة جدا تقدر انها تدخل بيها للشركة وخده شنطتها لبيت سين واللي لسا ليها يسألها حطه شنطة فين جت تتكلم سين سكتها وقال له وديها قطي وقعدها قريبة منه لما جت بعد عنه شدها عليه لحد ما تأكد ان ليه ماشي لانه عارف انها عصفورة من اللي ابتنقل الكلام قالت له احنا هنقيش مع بعض قال لا ما تقلقيش انا هكون في قوضة وانتي في قوضة ودخلت للقوضة وقفلت على نفسها كويس ونظمت حاجتها في القوضة وهو فضل يفتكر عمتها لما خابط فيها بالصدفة والورق اللي كان في ايديها وقع ولميته بسرعة جدا من غير مصاعدته وجريت كأنها خايفة من حاجة وبيقوم وهو متضايق وبيشرب كتير وفجأة لقاها دخل عليه زي العفريتة وتخض منها بسبب المسكوات اللي كانت على وشها فقعدوا اشربوا سوا ويدحكوا على الخضة اللي خدها دي وتاني يوم بتدخل للشركة وهي بتتفرج على كل حاجة متخيلا نعمتها موجودة في كل مكان في الشركة وتي بيكون لسه مدايق من سين وبيطلب من كون انه هيسيب له مهمة التسليم اللي جاية قالوا ضلولة سين ما كنتش هبقى لسه عايش لحد دلوقتي ومن نسبة للتسليم انا هنفزه بنفسي اما لينغ فبتقف المكان اللي حلمت ان عمتها وقعت منه وبتترعب وبترجع لورا لكن جي سين وحضانها فجيت تاي وقال له وانت سايب الشغل وقاعد انا مستمتع بحياتك ومش مهمة ابدا اللي بيحصل ولا هنحل اللي احنا فيه ده ازاي فقال لينغ مش انت دلوقتي فامسكها تاي وقال لها هو انت مش غريبة دلوقتي احنا كنا بنستلم بضاعة وخسرناها وشكك ان في جاسوس في الشركة تعرفي بقى تحلنا الحوار ده بزكائك قالت له هي لعبة لو لعبة كنت حلتها لك وثبت ومشيت بعد شوية بتلاقي سين بيتكلمها في فيديو وبيطلب منها انها تساعد وتروح تستلم طارد وتقفل تليفونها قبل ما تروح فقفلت تليفونها وراحت فعلا زي ما هو قالها لكن سين كان وراها وعمل يرن عليها يلاقي تليفونها مقفول فمشي وراها لحد ما رحت تستلم فننده عليها وقال لا تليفونيك مقفول ليه قالت له مش انت اللي قلت لقفني قبل ما تروحي قال له انا اللي بعدتك لهنة كمان صحي كده قالت له ايوه فاديق وقال لها ان كل ده من ألعب تاي وبيستخدم الزكاية الاصطنوعي ووصلها للبيت وقال لا اشتريش ويات أدوية كده واستنيني لاني ما بحبش دكاترة تلمسني قالت له انت رايح فين قال لها لازم اوقف تاي عند حده علشان ما يدخلكيش في اي حاجة مرة تانية ممكن تأذيكي وراح لتي وهو ما يدايق وقال له انت بتستخدم الزكاية الاصطنوعي فانك تخضعني قال له كنت بتسلى فضربوا وبدأوا يضربوا بعض تاي امر رجالت انه هم يدخلوا يضربوا لكن هم كانوا خايفين جدا من كون وكانوا خايفين يدخلوا في الموضوع ده عموما لانه هيعاكبهم فأمر واحد من رجالته غاصبا عنه انه هو يروح يدرب سين لكن سين ضربوا طبعا قد قلت لي زا عقله يقوله ان انت بتتصرف كل حاجة في المجموعة هنا كأنك انت رئيس المجموعة بس سنق لي الكلمة هنا زي زي كون وفجأة بيجي كون وبنعرف ان لان غا هي اللي بلغته فأول ما شافه قال له ده الخين اللي بنا ودي صاحبته وبتساعده تا سيني تضايق وطلع مصدسه وده الكون وقال له انا ما بقاش لي اي مكان هنا لو شكك فيه يقتلني فقال له ما تبقاش مجنون راح سيني اخد لانغ وجعل عشان يمشي تيش شد المصدس وضرب طلعه بس جت في الارض وراح كون شديد المصدس منه وضربه بالقلم وقال له ازاي تضرب نار على اخوك وقرب من سيني ودره مسدسه وطلب من لانغ انها تعالج جروحه وبدأت تعالجه فعلا وشافت علامات غريبة على ظهره فبتقوله ايه لوصلك للشغل مع الناس دي ما كانش فيه حد في حياتك يعني يقلق عليك ويبعدك عن الطريق ده فقال لها فات الاوان وقام وهو متضايق وفضل يفتكر خاطبته لما تقتلت قدامه في مهمة تدخل لانغة علشان تديله العلاج لقيته بيعيط فرجعت تاني وتاني يوم بيسحى سيني دور عليها مش بيلاقيها في البيت بتكون راحت للشركة وهناك بتشوف تاي مع مرات اخوه وبنعرف انها بتكون جوزها معي وبتسمعهم بيتكلموا ع بعض انه كون راح ينفذ المهمة بنفسه وانه مش واسق في سين ورا في حبيبته فبتتخض لانغة وبترجع لورا فبتخبط في الباب وهم بيسمعوها لكنهم قبل ما بيشوفوها بيكون جيز سين على اخر لحظة وشدها واستخبا وهم طلعوا ضغروا في المكان ولما ملقواهاش دخلتي معاها داني للمكتب وحصل ما بينهم علاقة سين بيقول لها انت مش عارفة ان فضولك ده كان ممكن يقتلك اتصلي بامي علشان نروح لها الملها وطبعا عمل كده علشان يزبط وجوده هناك ويبعد عن شكتي وإلينا وفعلا هي كانت شكة فيهم واتصلت بسين وسألته مكانك فين قال لها في الملها عند ايمي فرحت لهم الملها وامي خدت لنغ وطلعت برا وقالت لها انت زي اختي بس وجودك مع سين هيقدي الموتك او انك تعيشي حياة عيسى باقي عمرك فشكرتها على خوفها عليها وقالت لها ان هلاقي نهاية تانية لينا احنا الاتنين وصابتها ومشيت اما إلينا فسألت سين انت كنت في المكتب النهاردة قال لها لا او هروح المكتب ليه وكن مش هناك فقالتوا فعلا نلعب فقال على الجاكت بتاعه ويبدأوا يلعبوا سوا وده في نفس الوقت اللي لنغ كانت برا وجي واحد سكران وضايقها ولما سرخت جي حبيبها السابق وحاول ان هو يدفع عنها فالراجل خبطوا على راسه لنغ وقتها فضلت تصرخ لحد ما سمعها سين مجري علشان يشوفها وقتها يون خدت الجاكت بتاعه وطلعت وراه سينة صدم لما شاف حبيبها وقرب منها ولقى جرح في ايديها فخدها علشان يعالجها ونسي الجاكت خالص وركبت إلينا عربيتها وقال لما اخذ الجاكت بتاعك لما تحب تاخده بقى تعالي لبيت فديقت لنغ ووضح انها كانت غيرانة عليه فخدها للبيت ولقى النور قاطع وبدأوا يتدوروا لو في حد موجود في البيت فهي خايفت وقعدت في الارض فقرب منها وقال لها تخايفي من الضلمة ومسك ايديها وطمنها وراه يكلم حده علشان يحلله مشكلته نور فجت من وراه حضنته وشكرته انه دايما بيساعدها وراه جاهز لها العشا وانبهرت النواب يعرف يطبخ كده فقال لها لو حب ان انت تستخدمي اي حاجة في البيت اعتبري بيتك فقالت له انها من صغرها وكانت بتحلم يكون عندها بيت وما قدرتش انها تعيش مع ابوها لانه مات حتى حياتها مع عمتها اتضهورت بسرعة قال لها انا هكون دايما جنبك بليل بيكلم الضبط وبيقوله انه كون فقد الثقة فيه قال له انا عارف انك تعبت معينا ومتفاهم جدا موقفك لكن عاوزك تكمل للاخر علشان نوصل لاخر معلومات خلينا نقدر نخرص منهم وتاني يوم بتتفاجئ لن فقالت لها ان سين خرج وكان واضح عليها لغير منها جدا فزقت الفوزر اللي كانت لنغة بتمسحها ورمتها في الارض وهي خرجة قبلت سين وقالت له انت لين مجدش تاخد الجاكت بتاعت من عندي قال لها بقاجي لنغة بتلمي الازاز وبتكتشف ميداليا فيها فلاشة كانت موجودة في قلب الفوزر اللي اتكسرت فتقرد ان دي نفس الميداليا اللي ادتها ديها لعمتها قبل كده فبيجي سين يتطمن عليها وهي بتخبل ميداليا بسرعة ما بتقولوش انها لقت حاجة ولما بيخرج بتحاول انها تشغالها بس ما بتكونش عارفة الباسورد اما لينة فبتجرجر سين لقودة النوم وبتقوله كون ما بيصقش في حد خالين احنا نساعد بعض فبيسابها وبيمشي واحد من الحراس بيكون الجاسوس لتي وبيتصل به بيبلغه ان سين جاي البيت فبيكون مدايق جدا اما سين فبيشرب كتير قوي جدا وهو بيفتكر كلام الزابط انه لازم يعرف معلومات اكتر عنهم وده هيخليه مضطر انه يتعامل معالينا زي ما هي عايزاه وفي الوقت ده بتكون لسه لينغ بتحاول تفتح الفلاشة فجأة دخل سين وهو سكران فخبتها بسرعة وراحت علشان تساعده فوقع غصبا عنه وخدها في حده فبعدته عنها وكانت شكة فيه بسبب الفلاشة يعني وبسبب حوار عمتها ده ورغم كده بتغير له دومه بس إلينا بتتصل به فبترد لينغ قالت لها عرفين ان فيه كارت في جيبه لازم ياخده فطلعت وحطته جنب السرير وكانت غيرانة جدا وقعدت تلوب نفسها لان مش من حقها تغير عليه ونامت مكانها على الكنبة فبيسحى تاني يوم يشيلها وينايمها على السرير لكنها بتصحى قبل ما هو يخرج وبتجري وراه بتديله الكارت وبنعرف ان هو بالكارت ده رايح يقابل إلينا في فندق وبتطلب منه ان لو ينفع يعني ما يروحش لكنه بيروح وبيتجاوب مع إلينا علشان ياخد منها المعلومات اللي هو محتاجها فقالت لنا عايزة كون الرئيس ما كان كون كون بقى بيتصل بيه وبيقوله الشوحنة فيها مشكلة وانت الوحيد اللي بصك فيه ومتأكد انك هتحل هالي ولازم دلوقتي تجيلي حالا فالوقتي ده تيروح لبيتسين وبيسأل لنغى عن مكانه قالت لنا كان نفسي في حاجة وهو راح علشان يشتري هالي قال لها بتدري عليه انا عارف ان هو مع إلينا دلوقتي زي ما هو سرق حب إلينا لازم ادواقه ده وقرب منها علشان يقتصبها لكنها صرخت وقالت له سين مش هيسكت قال لها فاكراني خايف منه وقرب منها تاني فصرخت وقالت له طب خلينا نتعاون معي بعض وأجيب لك أخبار سين كلها قال لها اديك فرصة ولو خنتيني هدفعك تمن حياتك سين بيبلغ الضابط بالمعلومات المطلوبة قال له خلي يكون مجهول وبعد انت بس فراح للبيت وشاف لنغى حزينة فجري عليها وقال لها إلي حصل قالت له النتايج جي للبيت وعرف اللي ما بينك وما بين إلينا فقال لها في حاجات كتيرة جدا مش هقدر أشرح عليك دلوقتي بس لازم تسك فيها ويتخاف مني وحضنها وفضل ساكت فهاي قالت له لو فضلت حضني كده عمري ما هخاف أبدا فبيديها الفيزا بتاعته بيودعها وهو من جواي شاكك انه هو مش راجع تاني لكنه هو في الطريق بيتفاجئ بيها قدامه أو بتقول له نه هتيجي معاه ايا كان الوضع وكان رفض جدا لانه كان خايف عليها لكنها كانت مصرة وأمرت السواء انه هو يمشي لكن في الطريق العربية بتتغرس في الرمل فبياخدها وبيقعد يتفرجها على الغروب ولا كأن في أي حاجة بتحصل وبيسيب السواء يطلع عينه في تصلحها وده بقى على ما كون يستلم البضاعة واللي بيستلم منه وبيكون خاين وبيبدأ يضرب عليه نار وبيضربه هما الاتنين نار في بعض وأخيرا بيوصل سين على آخر اللحظة هو بيقعد لانغفر العربية وبيحذرها انها ما تطلعش منها أبدا وبيدخل للساحة المعركة وبيشوف كون وهو أخي طلقه ومرمي في الأرض وبيجري علشان يساعده لكن بياخد طلقه هو كمان في دراعه وفجأة بيظهر له شخصه وبيكون هيقتله فبيقع ميت واللي بيكون قتله بتكون لانغة فبيجري علشان يخدها يطلعها برا والخاين كان أخذ البضاعة وبيجري وراسين علشان يقتله لكنه بيقدر ان هو يهرب أما تيه فبيجي له الخبر وبيفرح جدا ان اخو مات وإلينا بتقوله ها حصل اللي بحطيني بيه قال لها انتي كبنت ما ينفعش تكوني طموحة لطموحك يقتلك فضربته بالألم وقالت له انا ساعدتك في كل حاجة قال لها وانتي خنتيني مع سين في الوقت ده بيكون سين بيحاول ان هو يخرج من الصحر وكان تعبان جدا بصابة طرق اللي اخدها فبتتصل بي إلينا وبترد لينغ مكانه وبتقول لها احنا بنحاول نهرب لان الشرطة كانت موجودة في كل مكان لكنه بيشد منها التليفون وبيقفلوا وبيقول لها فكرها هالساعدنا دي عايزة معلوماته بس فبيكملوا طريقهم لحد ما بيغمى عليه وأخيرا بيوصلوا بس عشان الشرطة مضطرين ان هم ما ميروحوش للمستشفى وبيطلعوا له الرصاصة من غير تخدير وبيتعب جدا وتاني يوم بيفوق وبيكون كويس فما بتتأكد ان هو بقى كويس بديبتدي اتزعق له علشان هو شخص مستهتر ومش خايف على حياته فبيجي الظابط وهو متخفي على ان الدكتور وبيعرفها ان سين يبقى ظابط معاهم وانهم في مهمة رسمية بيقول لها ان المهمة دي سرية وما حدش يعرف منها اي حاجة وبيطلب منها انها اللي عرفته ده يفضل سر ما بينهم وبيبلغ سين ان كون مات وان تي وإلينا لسه مولهم طويل جدا وطلب منه ان هو يختفي الفترة دي وبالليل بيحلم سين ان كون قتى اللينغ وقام هو مغضود وبيصرخ باسمها فطمنته انها جنبه بخير فقال لها انا خايف اخسرك واعترف اخيرا ان هو بيحبها لشخصها هي كلانغ تاني يوم بيكون مش عارف يأكل بسبب الجرح فبتأكله هي وبتهتم بي جدا ولما بتخرج معايا بتعترف له انها قربت منه عمدة علشان تعرف توصل لعمتها قال لها انا كنت عارف من اول ما شفت صورتها لاني كنت انا اللي بحقق في قضيتها وما قدرتش اوصل لأي حاجة اول ما بيرجعوا البيت بيلاء وإلينا جت وراح تشده من ايد لانغ وقالت له لازم نكون لوحدنا وطلبت منه ان هو يرجع معيها ويتعاون وصوا ضدتي وهي خرجة قبلت لانغ وسألتها هو انتي عندك كم سنة قالت لها 25 قالت لها ده نفس السنة اللي انا قبلت تكون فيه بس انتي زوقك احلى بكتير بس مش مناسبة لسين وثبتها ومشيت ولانغ تضيقت جدا من كلامها بعدها بتحلم ان انا شافت سين بيخونها مع قلينا وبتصحى وهي مغدوضة جدا فاول انه بيدخل عليها بتكون زعلانة منه ومش عايز اسكلمه بصحاب الحلم بس بتقطع قميسه علشان تطمن على جرحه وبتقوله ياريت يعني واحد عنده جرح خطير زيك كده يتلمي كده ويقعد وانكانه في البيت وما يجهتش نفسه ولما جه علشان يمشي جريت عليه وقفته بطريقتها فبتدخل عليهم الينة وبتزعق لها لشان سيب الشغل المهم وفاضل لانغ وقالت له هتنزل حالا معايا ورجالتنا هيخلب لهم من لانغ اقفها لنزل ومشي معايا ولانغ كانت مدايئة جدا انه وصابها لوحدها اما تي فجمع كل الكبار اللي كانوا بيدعموا اخوه وطلب منهم الدعم فوافقه لك ان اتفاجهوا بالينة وصين طبعا سين خليهم يغيروا رأيهم وودي لهم فرصة تلت ايام يحددوا فيهم تي ولا الينة اللي هيمزك المجموعة وبتحتفل الينة مع سين انها قدرت تبوص خط تي اما لانغ فتاي بيخطفها وبيقول لها ان واضح انك ما بيقتيش مهمة بما انه يعني رماكي هنا ورجع يتعاون مع الينة ضدي قالت له ازاي مش مهمة طب اتصل بيه كده وعرفوا ان انها معاك طبعا سين اول معارف اتصدم واخدها تاي معاه بما انها طلعت مهمة وباكسة سرعة وصل سين لبيت تاي وطبعا تاي كان مستنيه معا رجالته وبيهدد انه هو هيقتله وهيقتل لينغ الا ازا تعاون معاه ضد الينة وطلبت انه لينغ يساعد تاي لانها بتغير من قرب الينة لي وتي اكد عليه لما يبقى الرئيس وقتها هيددله لينغ لينغ بتدخل قضة تاي وهناك بتشوف صور لعمتها مع ايلينا واضح انهم كانوا اصدقاء مقربين والتاني يوم ايلينا بتقدر انها تقنع الرؤساء بنفسها وبيسألوا عن رأي سين لكن سين صدم الكل ووافق على ايلينا لكن بعدما هم كانوا بيعلنوا خلاص رأيهم تاي بيبعط لهم كلهم فيديوهات في نفس الوقت وهو خاطف اهلهم وبيهددهم لو ما وفقوش عليه هيقتلهم وبيضطروا انه هم يوافقوا على تاي بيروح تاي يحتفل بانتصاره وإلينا بتدخدق في الدنيا علشان خسرت تاي بيبلغ لينغ انه كان عامل حسابه وانتصر على إلينا بمساعدة رجالته لكن سين مهتم مش خالص انت عايشة ولا لأ وهو دلوقتي مطيم بإلينا يعني ملكيش اي لازمة لا بالنسباله ولا بالنسبالنا كمان لكن راجل من رجال تاي بيطلب منه نواه يخليها معاه فقال له انا مش هلم ورسين لكن ممكن تاخدها انت كهدية ليك بما انها عجباك فبييجي سين في الوقت المناسب وبيضربه فبتحضنه وهي خايفة منه جدا فبيهربها بس تاي بيكون مستنيهم برا ومعاه رجالته بس سين كان عامل حسابه والشرطة جات في كل مكان فهرب تاي برجالته ياخدها سين علشان يوصلها لبيتها وطلب منها انها ما تخرجش خالص وتخليها بعيد خالص فقال رابطه ودعته وقال لها انا على فكرة ما صوتش للينا علشان كنت مهتم بيها لكن انا كنت مهتم بيك انتي وده كان الصح وعملت كده في الوقت المناسب بيرجعسين للينا وبيلاقيها بتحرق في اوراق بتاعتها وكانت خايفة منه جدا وقالت له وعايز اعرف هو تاي كان هيتقبط عليلي قال لها اسكار اللي هو كان مع العصابة اللي قتل تكون اعترف ان تاي كان بيساعدهم فبتيجي الشرطة تاخدهم للاستجواب وهناك طبعا الزابط بلق سين ان كون وتي مش هما اللي كانوا ورا كل جرائم التسليم وكل الحاجات اللي حصلت دي ولكن في ايد خافية فقال له اكيد الينا لانها كانت بتحرق في اوراق قبل ما تيجوا على طول واكيد دي الادل عليها وطبعا الزابط طلب منه انه هو يرجع يكمل القضية ولازم يجيب ادل عليها وسين كان منهار لانه كان فاكر انه خلاص القضية خلصت وعايز يرجع يكمل حياته العادية اللي الشرطة مش مهتمة بيها اصلا وطبعا ميشي وهو مضطار انه هو يكمل والزابط بيحذر لنغ من تي لانه مش هيزكت على اللي حصل وبيحاول سين وإلينا يفكره هيعمله ايه الفترة اللي جاية وبالليل بتجي لسالة لسين ان لنغ خرجت بس هما مرقبينها فبيحذف الرسالة بسرعة عشان ما تلحقش إلينا تشوفها فتاني يوم بيجري يتطمن عليها لانها بتكون وحشة جدا وإلينا بتفضل ترن عليه كتير جدا لان كان عندها دنغ واحد من المسؤولين وبيهددها انها لازم تتصرف وتعوضم عن البضاعة اللي خسروها فبيجي سين وبيمسك السلاح بإيده وإيده بتتجرح فبيطلب منهم ضعف الفلوس اللي خسروها بس إلينا بترفضه وبيتعصب دنغ ورجاله وبيهددوها بأسلحاتهم سين بيقوله ديني فرصة أسبوعين قاله هم يومين بس فبيضطر سين انه هو يوافق وبتصح لانغة عبانة جدا وبتخرج لكنها بيغمى عليها في الشارع وبيشوفها حبيبها السابق وبياخدها يوديها المستشفى أما قلينا فبتكون هتموت من الضغط اللي هي فيه مش عارفها تعمل إيه سين بيضغط عليها أكتر بيقولها عاوز أعرف كل حاجة عن شغلك عشان نتصرف إحنا دلوقتي في مركب واحدة لكنها بتكون خايفة تحكيله فبيسيبها وبيمشي فبيتصل بنانغة وبيرد صاحبها عليه وبيقوله انها مريضة وهو جنبها في المستشفى ولما بيتفوق بيعتذر لها عن زمان قالت له انها مش زعلانة خالص لأنها دلوقتي قبلت الشخص الصح اللي كان بسبب كل حاجة بتتعقد مع غيره علشان هو العوض يعني بكده قال لها طب يختي عوض اتصل عليكي وقلت له ان انت تعبانة فخد تلفون بسرعة علشان تكلمه لقيت عوض قفل تلفونه واتصدمت انها مش مهمة عنده وفضلت تعيط اما سين فكان متضايق ان حبيبها سابق معاها ومش عارف هي ليه لسا بتتواصل بي وما بيعرفش انهم اتقابلوا صدفة وفي عز ما هو هايمان قدرت الينا انها تعمل صفقة جديدة وخدت سين وراحها علشان يستلموها في الوقت ده لينغة بتاخد بالها ان صورة الينا معامتها عليها رقم فجربت يكون هو الباسورد للفلاشة وفعلا فتحت وبيروح سين علشان يستلم البضاعة هو بيكتشف انهم غيروا المكان في اخر لحظة بس عالمين كان عامل حسابه والشرطة كان نسمع كل حاجة اما لان غفات صدمت من اللي هي شفته وحاولت انها تتصل بسين بس طبعا الفنو كان مقفول قبل ما يدخل سين للتسليم جات رسالة لالينة فبصرعة قالت لسين كمل انت انا لازم امشي قال لها مش عارفها يعني هي يكون اهم عندك من اللي احنا فيه دلوقتي قالت له في حاجة مهمة وانا لازم امشي وفعلا مشيت فالضبط اللي كان مرائبهم بلغ الشرطة انها مشيت لكنهم قرروا انهم برضو يكملوا العملية ويقبضوا عليهم ومجرد ما دخل سين يستلم بلغوا دونغ ان الشرطة في كل مكان فبدل ما يهرب قرر ان هو يدره سين وفضلوا يتخنقوا مع بعض لحد ما جات الشرطة وبعدها جات رسالة لسين من لينغ انها تقابل ايلينا على سطح الشركة ولما بتوصل ايلينا بتواجهها لينغ باللي معيها وبنعرف انها لما فتحت الفلاشة لقيت فيديو صورته عمتها وهي بتحاول تواجه ايلينا بالمصايب اللي عملتها وقتل الناس والمخدرات اللي بتهربها وان معاها قدلة كتير ضدها فضربتها ايلينا وهددتها بالقتل وحبه وضح هنا ان سين ما كانش يعرف اي حاجة خالص عن الفلاشة ولكن عمتها حطتها تلقائي بما ان هو الوحيد اللي هيقدر يساعدها وبما انه يعني هيشوفها بعد كده بس نرجع بعد اللي احنا فيه فبتحاول ايلينا انها تعرض عليها مبلغ من الفلوس مقابل الفلاشة اللي معيها لكنها بترفض فبتكون ايلينا مجهزة سلاح في ايديها وبتتكلم بالراحة على انها ندمانة وغلطة انها عملت كده في عميتها وبتقرب من ليلة وبتطعنها وبتسألها فين الادلة اللي معاكي قالت لها انها سلمتها كلها للشرطة فبيجي سين وهو رفع سلاحه على ايلينا فبتطعنها اكتر وبتقمره ينزل سلاحه في الارض فبيسمع كلامها وبيحاول انه هو يهديها انه هيعمل لها اي حاجة هيتطلبها فبتعرف انه هو كان بيدحك عليها طول الوقت اللي فات ده وانه هو وراء كل اللي بيحصل لهم ده قالت لها ان الله يريحني دلوقتي ان انا اشوفها ميتة وبس وبتقمره انه هو يركع في الارض وبيترجاها وبيركع في الارض وهي بترفع السلاح علشان تطعنها تاني فبسرعة بيضربها طلقة في ايديها وبيجري على ليلة بيشيلها وبيجري علشان يلحقها وإلينا بتسمع صوت عربيات الشرطة في كل مكان وبتنم مكانها وهي بتتحك اما سين فبيكونها يموت من القلق حلالينغة وهو شايف الدكاترة بيحاولوا انه هما ينقذوها وبيغط جنبها طول الفترة اللي ياتعبن فيها وبيعايت علشانها وبيكون زعلان جدا من نفسه لانه ولا مرة حاسسها انه هو بيحبها بيحبها علشانها هي مش موهشان مهمته تنجح وبس وبيترجاها انها تصحى تاني وفعلا بتفوق وبيفضل يعايته بيكون مش قادر يصدق نفسه انها فائت ولما بتبقى كويسة بياخدها القوضة تانية وهناك بيفجأها بشكل القوضة وبيطلبها للجواز بخاتم هو عامله في نفسه من غصون الشجر وطبعا هي بتوافق وتكون مبسوطة قوي والتاني يوم اول ما سين بيخرج من القوضة حد بيدخله وبيكون مع سلاح هو بيقرب من السرير ولسه يطعن الشخص اللي نايم عليه فبيقوم بسرعة وبيضربه وبنعرف ان ده الزابط كان نايم مكان سين وبيعترف لهم ان تاي بعته وقال لهم انه دلوقتي مرائب سين وهياخدوا المبنى معين وهيقتلوا هناك وطبعا لانك سمعت كل ده وبتخرج من المبنى وهي تعبانة علشان تلحقه وانا بنلاحظ ان ان تاكسل ايه وقفته مكتوب عليه ما شاء الله وكامل مكتوب عليه تاكسل بالعربي وطبعا دي حاجة ما شاء الله جدا لانا موجودة عندهم في الصين حاجة عربي كده طبعا صين ماشي ورا الشخص الغريب ده وهو ما يعرفش انهم بيجرجرون للمكان بالقصد ومجرد ما بيطلع بيدربه على رأسه وبيوقعه في الارض واكيد تميني اللي بيكون الشخص ده بيكون تاي وبيفضل يدرب فيه وبيقول له انا كنت متأكد انك خاين وقلت لاخويا بس واه ما صدقنيش عشان كده انا قتلته بنفسي وبنفهم دلوقتي ليه اتقار اعترف ان هو كان شريكه وتي هو اللي خنخوه وطلب منه انه هو يقتله وقبل ما يقتله بتيجي لنغ تصرخ وتوقفه تاي طبعا ما صدق وقال لهم يا هلا هاتركوا منتر اتنين سوا عادي فبتجري تحضنه وهي بطعيط وهو بيترجاه ما يقتلهاش وبينتهز الفرصة وبيفك ايده وبيجري عليه اسحب من ايده المسدس وبتيجي الشرطة تقبض على كل رجال تاي لكن تاي بيحضن سين وبيطلع من جيبه ريموت وبيكون زارع قنابل في كل مكان وبيبدأ يفجر فيها وبيصرخ سين وبيطلب من الزابط انه هو ياخد الانغ لبعيد والقنابل بتنفجر في كل مكان وبتصرخ لانغ وبعد كده بنشوف الزابط وهو رايح لها بيتها وبيديها خاتم الجواز اللي سابه لها سين وبتنهار لانغ وبتفضل طعاية وهي بتفتكر لما كان بيطلبها للجواز وبعد فترة بقى كل يوم يجي لها اردر ورد ما تعرفش هو منين اصلا وبعد ثلاث سنين عايشة على ذكر سين لما بتلاقي سين واقف قدامها وبيرن عليها الجرز وبنعرف انه هو بعد الحدثها لما فقف المستشفى الشرطة هي اللي كانت منعي شوفها وهو اللي كان بيبعت الورد وانا هنا مفهمتش خالص ليه الشرطة كانت منعي انه هو يشوفها لمدة 3 سنين غالبا كان علشان هي لها علاقة بالقضية وانها كانت في جريمة اتلى قبل كده وهو ظابط ده اللي انا فهمته يعني لكنها بقى بتجري عليه وهي بتعيط وبينتهي المسلسل بنهاية سعيدة ويبس كده خلص المسلسل منها كنت معيكم ايا احمد ونسنش باللايب وشير وسبسكرايب واسطنونيكم بسلسلات اللي جاية صليم